ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب كونه بخير النهاردة هتكلم على برج الحمل وامتى هيتحسن الوضع مع برج الحمل في 2020 وكمان ازاي او ايه الخطوات اللي تساعد شخصية برج الحمل ان هو يساعد نفسه من نفسه او يكون قوي في 2020 احنا لسه في بداية 2020 برضو مهما ان كان يعني بدأت بادأتها تقيلة علينا شوية ولكن الوضع هيتغير هيتغير امتى مع برج الحمل احنا مش بنتكلم يتغير امتى عالميا ان كان بنتكلم امتى يتغير مع برج الحمل من شهر مايو انت عندك من شهر ابريل او من اخر ابريل هتبدأ ان انت توصل لخطوات في حاجات عندك هتبدأ تتحسن وقلنا فيه توقعات كمان شهر ابريل احنا اتكلمنا فيه الموضوع ده لكن انت عندك من اخر شهر ابريل الدنيا عندك هتبدأ فيه نفس هتاخد نفسك هترتاح في بعض الاحيان لكن عندك مايو هتبدأ فيه ضغوط قوية ولكن هتبدأ عندك انطلاقة الانطلاقة دي هتغير حاجات كتيرة في حياتك مع النص الثاني من يونيو هتبدأ بقى حياتك تكون مختلفة يا برج الحمل يعني فيه حاجات كده في شكل تدريجي هتحصل معنا النص الثاني هيكون افضل عليك جدا جدا وعلى مجموعة كبيرة وعلى ناس كتير النص الثاني من عشرين عشرين هتبدأ تخف ايدها علينا شوية فهتكون افضل كتير فده المعاد اللي هيكون عندك كويس هتبقى الوضع عندنا بيتحسن بشكل تدريجي في البداية هيبقى بيتحسن بشكل تدريجي اللي هو خطوة خطوة لكن بعد كده هيبدأ اللي هو خطوات في خطوات وده اللي هيكون شيء مميز عندك جدا يا برج الحمل ليه لان انت عندك نفسيتك بقت شوية بتنزل يعني النفسية بقت بتنزل اللي هو بنحاول نلهي نفسنا بحاجة بنحاول ان احنا نضيع شكل احساسنا لضغط علينا ده نحاول ان احنا نكون عايزين نصلح علاقتنا اجتماعيا عشان برضو نلعب على النفسية ولكن التأثير النفسي هو الحل الاول والامثل في ان احنا نحسن وضعنا وحياتنا يا برج الحمل طبعا محتاجة منكم جدا جدا تركزوا فيه النقطة او الموضوع اللي انا هتكلم عليه يعني نسيرنا حتى من امتى يعني امتى ده احنا عشان بس ناس كثيرة بتسأل فانا عايزة ان انا اطمنكم اللي هو هانة خلاص هانة الوضع هيتحسن معنا اصحاب برج الحمل هنبدأ نفوق ونروق والدنيا تحلى معنا وهيكون فيه كتير جدا جدا من تحسين الوضع العاطفي لان اكتر المشاكل كلها وضع عاطفي وضغوط عملية فالوضع هيتحسن فده شيء جيد جدا اما الوضع اللي احنا ازاي نحسن ده اول حاجة نلعب عن نفسية يعني احنا بنبدأ نحسن علاقتنا اجتماعيا بنحاول ان احنا نكون ما بنركز فيه السلبية ولكن عشان احنا منتظرين اشياء كتير فنفسيتنا بتتأثر برج الحمل اول شيء ان انت تنسى اللي انت منتظره لان الشيء اللي انت منتظره طول ما بتفكر فيه طول ما انت بتسارع في نفسك وطول ما انت بتأذي شخصيتك او بتأذي نفسيتك فبالتالي انت بتزلم نفسك بتتعد نفسك بترهك نفسك فبالتالي بتعمل عليك ضغط فبتزعل فده بيعملك مشكلة انسى خالص الشيء اللي انت منتظره انا كاقتناعي الشخصي في امور الحياتية ان اللي انا انسى او اللي انا اتجاهله بيبدأ ان هو هيجي. يعني انا فيه حبيب منتظرة لا هرميه من دماغي هشيله من دماغي بيجي جاري. فده مهم جدا جدا. طيب المهم يعني احنا النقطة دي احنا ركزنا عليها. النقطة التانية او الخطوة التانية اللي نركز فيها قوي قوي. ان احنا نبطل الصعبنيات. مش احنا اللي نبطل. لا احنا في ناس كتيرة بتحاول اللي هي تتصعبن علينا. يعني. بيحاولوا ان هم يواركوا اللي هو غلبان وهي غلبانة وان احنا طيبين وان احنا ملايكة. وبرج الحمل انت طيب جدا. فبالتالي بتتأثر بشكل سريع جدا. فبتبدأ ان انت يصعب عليك الشخص اللي قدامك. لما يصعبش عليك غالي. في مثل مصري شهير اللي يصعب عليك يفقرك. فبرج الحمل ما بلاش اللي هو ان ده يصعب عليك. فابدأ اساعده سواء مساعدة ماديا مساعدة معنويا او اني انا ارجع اصلح علاقات مع شخصية اااا كان بتأزياني. ولكن عشان هو رجع بشكل جيد لا انا هتحك في وشه مرة تاني. اتحك في وشه. لكن مش اللي انا ادي له الثقة او ان انا اساعده او ان انا اقف معاه. برج الحمل اللي يصعب عليك يفقرك. افهموها زي ما تفهموها بقى. لان النقطة دي مهمة جدا جدا نبطل بقى القلب الطيب والغلب اللي جوانا شوية. انت احنا عندنا قوة وعندنا شجاعة وعندنا تميز بس النس بيتصعب علينا من الناس. ناس كتير بتصعب علينا. فده بيكون وضع غلط. لان في ناس كتير بتماثل استعبانيات. فلازم نخلي بالنا جدا من النقطة دي. النقطة التانية. ومهمة جدا جدا. ان احنا نكون زي يا برج الحمل ما احنا. ممكن نكون نكون بندي لشغلنا حقه. يبقى لازم ندي الحياة بتاعتنا حقها. ندي الاسرة بتاعتنا حقها. ندي الايجابية. ندي الفرحة. ندي الوقت لنفسنا. نستمتع بحياتنا. يعني احنا مجغولين. مضغوطين. في حاجات كتير بنسارع فيها في الامور الحياتية او العملية او المستقبلية. بنفكر في بكرة جدا. تم تفكر كمان في النهاردة وساعد نفسيتك الايجابية انك انها تعلي عشان نقدر نركز فيه المستقبل او نقدر ان احنا نديه لبكرة اكتر. فده مهم. تفكير في المستقبل بشكل دائم او لمدة طويلة من الزمن او فترة. فده خليني ان انا افقد الايجابية اللي جوايا بشكل تدريجي. خلينا افكر في النهاردة مع المستقبل. افكر في الايجابية او ان انا اكون بشح نفسي طاقة عشان اقدر اعمل لبكرة. مهم جدا جدا النقطة دي يا برج الحمل. ما تنساش النهاردة. ما تنساش نفسك. ما تنساش الايجابية. ما تنساش اني ساعدتك ليك عليك حق. فلازم ان انت اي هو دلع نفسك. اعمل حاجة انت بتحبها وعملي حاجة انت بتحبيها. نتفرج على فيلم كوميدي. نعمل حاجة حلوة. نعمل نشوف اي حاجة بتفرحنا او بتبسطنا. ونعملها. ندور ونفتش في النقاط دي ونعملها. انت لازم تزرع في نفسك الايجابية. محدش هيجي يدي لك اجابية يعني. محدش هيجي ساعدك في الايجابية. انت مساعد نفسك. النقطة اللي انا عايزة برضو اتكلم فيها ومهمة جدا. حتة الاحراج او الكسوف. برج الحمل انت بتتكسف بتتحرج او بتتحرجي. بنتحرج من الغريب كمان اكتر. يعني برج الحمل انتو شجعان ومنعرف نتكلم وي وي. ولكن لما منيجي في التعامل مع شخصية غريبة او شخصية الاول مرة بنتعامل معها. او في بداية علاقة عاطفية بنكون محرجين جدا. مكسوفين قوي. الموضوع ده بيعمل لنا ممكن مشاكل على فكرة. لان بيخلينا نتفهم غلط في بعض الاحيان. وبيخلينا نتصرف خطوات بشكل سريع. بشكل غلط. بشكل مش محسوب. فده بيعمل برضو عندنا مشاكل قوية. فحتة الاحراج او الكسوف عشان خاطر اول مرة اتعامل معي. او عشان الشخص ده ممكن يكون اكبر مني سنا. او عشان ممكن يكون مركب. ففيه فروق معينة كده بتخلي برج الحمل يبقى مش عارف يفكر في البداية. في البداية. اما بقى لو شخص واخد عليك من برج الحمل هتلاقيك ان انت بتتعامل عادي اكيد يا حمل يعني. طبعا انا منتظرة في التعليقات تقولولي الحاجات اللي انا بقولها فيكم موجودة ولا لا وهي بالفعل يعني موجودة ولكن عايزة اشوف تحليقاتكم كمان. عامة الخطوة اللي بعد كده مهمة العصبية. برج الحمل انت عصبي انت عصبية. اه لما حد بيجي فكركم بحاجة في الماضي او مشكلة معينة او بيلوم عليكم او بنكون اي مشكلة حاجات صغيرة عصبيين ما بنستناش. يعني موقف حصل لازم ندي رد فعل سريع. ندي عصبية سريعة. متسرعين في الكلام اللي ممكن يخرب الدنيا. او اللي هو اه بقول لك ايه انا اتخنقت منك ففكك مني في يلا كل واحد يروح لحاله. فبرج الحمل انت عندك ده جدا. مع ان انت ممكن او انت ممكن تكونوا بتندموا على القرار ده او على التصرع ده او العصبية دي. بس في نفس الوقت احنا لازم نبطلها لازم نقللها لان عندكم تصرع رهيب رهيب. والعصبية بشكل متعجرب جدا جدا. نظرا طبعا لان انت برج ناري واول الابراج وملوك الشجاعة. فده بيخلي عندكم حتة اللي هو عدم الصبر. مفيش صبر تماما. معنديش خلق خلقي مش خلق يعني عدل مراحل. فده بيخليني اكون عصبي جدا. فلازم احنا نمسك عصبنا. نخلي بالنا جدا جدا. طيب حاجة برضو مهمة قوي قوي يا برج الحمل. وهي اعادة حسابتنا. ودي مهمة. مهمة لأي حد. بس مهمة كتير لأشخاص برج الحمل. نعيد حسابتنا يعني نشوف اخطاءنا ونتعلم منها. مش اللي هو انا بنسل الماضي عشان مش عايز افتكر عشان متوجهش. لا انا اتوجع بس اتعلم الماضي وعرفه وبعدين اصلح. اصلح اني اتعلم. اتعلم المشاكل دي او اتعلم الحاجات دي عشان معدهاش. ليه? لان اكتر اخطاء برج الحمل بتتقرر. خاصة يا مرقة برج الحمل. اختياراتك في انك تنقي الشريك. انك تشوف الشريك او الحبيب. الحاجات دي كلها بتكون مش حلوة. رجل الحمل انت ممكن تكون اخطائك معظمها في العصبية في التصرع. فلازم برضو اشوف اخطائي ودى ان انا العب عليها وصلحها وان انا اعدالها. مرقة برج الحمل يعني نركز جدا في احلامنا في تصرفاتنا في احساسنا لان كتير من مرقة الحمل اللي منظور جدا محسود جدا. والحسد امر من السحر وده ممكن يكون عاملك واقف في حاجات كتير فلازم نخلي بالنا جدا جدا. رجل الحمل انت تخلي بالك من اصدقائك لان العين عليك بشكل قوي من الاصدقاء او من اللي يعرفك. من القريبين منك. فلازم نخلي بالنا جدا يا برج الحمل من العيون الكتير لازم نداري على نفسنا. لازم ان احنا نكون يعني نحافظ على حياتنا. لان ده مهم جدا لان في وقف حال وفي الحسد عمل لنا بلاو كتير. خاصة يا مرقة برج الحمل. فده مهم جدا جدا. انا عامتا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ولكن عايزاكم تتفقلوا. عايزاكم ان في بعض الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالنا منها. برج الحمل انت قوي وزكي وزكية وقوية جدا جدا. طبعا كلامي للرجل والمرأة. فاحنا قويين على ان احنا نشوف اخطاءنا ونتعلم منها. نشوف ايه اللي نقصنا ونحاول نكمله. نشوف ايه اللي ممكن يعني التصرع لان خلينا نكون مش ببطاقة. لا احنا نكون يعني نبطق بس بشكل شوية يعني نكون اهدى. نكون اهدى في تصرفاتنا. نكون بنعرف اه ندي المساحة للتفكير بشكل قوي. ده اللي خلينا ان احنا نقو على حاجات كتيرة جدا جدا. ونخلينا نكون متميزين. لكن خلينا متفقلين قوي ان الفترة القادمة من حياتنا تكون فيها تغيير ايجابي جدا جدا. فيها تميز. برج الحمل انا بس لازم نكون عندنا ثقة في الله وثقة في ارادة ربنا سبحانه وتعالى وثقة في قوتنا وشخصيتنا المتميزة. اه ما تنسوش اللايك واشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.